اهلا بيكو طلبة وطلبة تلتة سنوية امتحان الفين اربعة وعشرين ان شاء الله يا جماعة بقى امتحان سهل وما فيوش اي مشاكل ده توقعي انا بالذات يعني طيب اه رجعنا من واحد لتلاتة من اربعة لستة والنهاردة بنراجع من سبعة لتسعة حاجتين مهمين جدا يا جماعة حل لوحدك في الاول دولة تقريبا حوالي ستين جملة على القواعد بتوقع الثلاث وحدات وقواعد مهمة جدا وما فيوش قواعد مش مهمة طبعا في يونت سيفن الفرق بين المضارع التام والمضارع التام المستمر عشان ما لاهبطش في الاختيارات امت اختار مضارع تام امت اختار مضارع تام مستمر وهي اللي يدل على ده وده بيفيد ايه وده بيفيد ايه والكلام ده بالاضافة الى الصفة والحال طبعا موضوع الصفة والحال موضوع كبير يا جماعة وبالتالي ارجع انا هسيب لك الوحدات اللي فيها الشرح بالتفصيل انا انصحك راجع الشرح في الاول وبعدين حل وبعد ما تحل شوف بقى التعليق اللي انا بقوله على الاجابات ليه بقول الاجابة بي هي اللي صح ليه الدي هي اللي صح وهكذا الوحدة التامنة طبعا المبني للمجهول ده معانا من ابتداء ما شاء الله لغاية تلتة سنوية وفي الوحدة التسعة الكوانتفايرز او المحددات او اسمها دستريبيوتيفز ديترمنرز ايا كان اسمها اللي هي الكلمات اللي بستخدمها بتدل على عدد او كمية شوف يعني بيقولك بتدل على عدد او كمية يعني لازم ابعارف انا بفكر طب ايه العدد اللي يقصده هنا هل بيقصد اتنين ولا تلاتة فاكسر طب شكل الفعل الكلمة بتحدد الكمية او العدد معها مفرد ولا جامع طب مكانها فين في الجملة ممكن ابدأ بيها ممكن اجيبها قبل الفرب ممكن تنتهي بيها الجملة وهكذا اذا مهم جدا ان انا ابقى مراجع في الاول الشرح وبعدين احل بعد كده اشوف الاجابات تعالوا نبدأ بالوحدة السبعة وكم جملة كده على حكاية المدارع التام والمدارع التام المستمر انا زي الناس ما طالبت يا جماعة عملت كده القواعد بتاعت التلاتة واحدات باختصار كده هتلاقيهم في الاختي بقول باختصار انت عايز بقى التفصيل يبقى ترجع للشرح وهسيب لك اللينكات بتاعة الوحدات تقدر تحملهم وتقدر تراجع الشرح بالتفصيل كل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم يا جماعة وارجو ان احنا مش هشوف مسلسلات هعمل فيديوهات بإذن الله سيبك من المسلسلات والكلام الفاضي والبرامج دي يعني عشان ما يحصلش اي نوع من التشتيت ليك انت في عرض ساعة هتفرق سدقني في الاخر وعايزين نجيب نتيجة حلوة كل المسلسلات بتلاقيها بعد كده على ستين الف موقع موجودة وتقدر تحملها في الاجازة وتتفرج عليها براحتك وفر وقتك خلي بالك من وقتك ده شيء مهم جدا تعال نشوف اول جملة I these books there is one missing اه هو بتكلم الفعل كو انت يعد طب هو شغال بيعيد لغد الوقت ولا عد وخلص هو عد وخلص يبقى انا بتكلم على حدث انتهى طب الدليل اهو بيقولك there is one missing هو للول عدهم وخلصهم كلهم ما كانش عارف ان فيه واحد ناقص فيه واحد مش موجود مفقود اذا المدارع التام هنا هو اللي يدي المعنى وهو الجرامر السح نجي للجملة التانية ده دكتور my injured arm injured مصابة thanks god الحمد لله it isn't broken طب اعرف من ان it isn't broken يبقى نتيجة الexamination اللي عمله الدكتور دي طلعت وبالتالي الفعل examined حدث وانتهى خلي بالك الفرق بين المدارع التام كمان والماضي البسيط اللي اتاخد زمان في unit 1 الماضي البسيط بقول خلص امتى عادة تمام لكن المدارع التام لا ما بيديني اثر للأثر حصل ولأثر حصل ولنتيجة يبقى انا بتكلم على مدارع تام طيب يبقى has examined هي الاجابة الصح نجي الرقم 3 hair phone for 10 minutes يا ساتر i wonder انني اتساءل واتعجب why she doesn't answer هي ما بتردش ليه ما بتردش ليه يبقى التليفون مستمر في الرن ليه 10 دقايق تخلص رنة تبتدي رنة تاني وهكذا يبقى has been ringing يبقى انا بتكلم على مدارع التام مستمر present perfect continuous انا بقول بالعربي يا جماعة عشان ناس كتير بتبعتلي بتقول لي طب ما خلي الكلام بالعربي واعتقد حتى للناس اللي هي مثلا اذا كان طالب لغات ولا حاجة فاهم اللي احنا بنقوله يعني ومن تركيب الزمن فاهم ان ده present perfect continuous دي this bridge for two years now اه انا عندي في الجملة four وعندي now بغض النظر ان عندي four وnow بتيجي التركيب دي مع المدارع التام المستمر انا عندي كمان حاجة بتدل على الكلام ده انه مستمر there is mud and mass الرب حوالين المكان هتلاقي طين هتلاقي فوضى اذا الموضوع مستمر يبقى they have been building present perfect continuous جملة رقم خمسة و ten كيلومتر يا جماعة لما تكلم لما اقول how many حاجة عملتها او how much كمية عملت ما ينفعش استخدم مستمر طب وكمان حاجة تاني بتوضح الكلام ده الجملة التانية we are so exhausted احنا في منتهى الارهاق منتهى الارهاق دي نتيجة لحدث تعمل خلص have walked وما تنساش حكاية العدد that boy اه اه four ice cream المفتري don't give him any more ما تدروش اكتر ما خلاص بقى طفح that boy has eaten بتكلم على عدد i to him yet اه طبعا احنا رجعنا بقى unit one yet في نهاية الجملة اللي فيها present perfect negative زي كده مدرعة تمام في مع مع yet او انا بعلملك على ما يدل على الزمن since ten o'clock اه عايز اقول نام وخلص وصحي لا بقى الجملة هيبين it's time هي ووو وانا عايزك تخلي بالك من دي لان ساعات بيبقى فيها السؤال وجات في امتحان سنوية عام بقى اكتر من مرة سيبقى كل ده ويروح مسيك لك في it's time it's time بعديها فاعل يا جماعة يبقى past simple ايه ده مش الكلام في المدارع اه بس دي من الحاجات اللي بنسميها ماضي فتراضي يعني عايز يقول لك ايه المفووض يكون صحي اه زي مقول كده في العروي ده كان مفووض زمانه صحي بس هو ما صحيش اه يبقى مستمر يبقى has been sleeping خلي بالك من كل حاجة في الجملة اه يسيب اللي انت يقولك ده هيركز على دي لا طب اسأله it's time فاعل طب مفيش الفاعل اقول it's time for him to wake up دي حاجة تاني وشرحنا الكلام ده في الباست سيمبل لما رجعنا اول تلات وحدات طيب الجملة رقم تسعة it for two days now اهو كده انا بركز على حاجات معينة جماعة بتبقى مرتبطة بالمدارع التام المستمر زي for now زي for not finished yet مثلا وحطي لك مخلصش الغد الوقت زي for since he's still doing it ما زال بيعمل كده طيب بتمطر ليها يومين there will be flood هيبقى فيه فيضان هيبقى فيه فيضان يبقى انا بتكلم مع for ونو هيبقى فيه فيضان has been raining يبقى مش كل for يا جماعة مع مدارع تام لا ممكن تبقى مدارع تام مستمر وفكرك بحاجة تاني مهمة برضو وما فيش حاجة مش مهمة ممكن for تبقى مع past simple يعني يقول لك i studied english for three hours yesterday for three hours yesterday عدت ثلاث ساعات امبارح امبارح ده خلص انتهى وحدث ملهوش علاقة بالمدارع اطلاقا وتيجي مع for ومدة يبقى انت مش كل ما تلاقي for و since تروح تتصرع وتستخدم مدارع تام ام مدارع تام مستمر لا ممكن يبقى ماضي بسيط وهكذا فتخلي بالك رقم 10 here for 10 years اوه انا عايش هنا ليه 10 سنين اخلي بالي بقى من ملحوظة مهمة جدا يا جماعة اني مع افعال معينة زي يليف يعيش زي يستادي يدرس يذاكر زي يليرن زي يسليب لما استخدمهم مع for مثلا المدارع التام هيسوي المدارع التام المستمر يا راجل يعني انا لما اقول I have lived here 14 years زي I have been lived اهوه هما الاتنين المدارع التام ممكن احيانا يدي معنى ان الحدث مازال مستمر لغاية ما انا بتكلم يبقى have lived زي I have been living وبالتالي الاجابة تبقى A and B are correct طيب لكن ممكن بردو تبقى 14 years وخلص ويبقى ماذا بسيط اه بس يروح جايب لجملة بعدية يقول لي I live in Cairo now حاليا انا عايش في القاهرة يبقى الحدث بتاع الاولاني ده خلص وانتهى وانتقل لحدث تاني وبالتالي تبقى fast simple لو جاب لي حاجة ويقول لي ما يفيد ان ده ما عادش مستمر 11 stop making that noise يا عم بطل دوشة دي انا بحاول او بحاول اخلص اللاتر دا لي الساعتين على مدار الساعتين اللي فاتوا يبقى انا بتكلم على حاجة لسا هو المحاولة ما زال بيحاول يخلص يا جماعة ولو كان خلص مش هيقول له بطل الدوشة دي ما اما خلص بقى خليها من الدوشة براحته وقى you have been trying to finish خلي بالك من الفرق بين present perfect وال present perfect continues I am new carpet come on the look تعال بص عليها ايه ده جبنا سجادة جديدة والسجاد غال اذا ما انت عارف ما تيجي تبص I اه يبقى انا بتكلم على حدث خلص بس ما قلتش خلص امتا من ضمن الحاجات اللي بيعبر عنها المضارع التام وليس المضارع التام المستمر حدث انتهى ولم نذكر متى تم طيب السؤال رقم 13 نورة اندسالي these matters عملين يناقشوا الفعل يناقش المسألة اللي لهم ساعة ارسو ايه ارسو دي يعني او تقريبا يعني او نحو ذلك بيقولك بالعربي they can't stop مش قادرين يوقفوا عملين يتناقشوا يا عم يعني ما خلصوش من نقش يا عم يعني الحدث مستمر يبقى have been discussing الجملة رقم 14 when you have a cold لا انا عايزك تركز في دي معلش when you have a cold your usual smell احنا خدنا قاعدة بسيطة يا جماعة بتقول ان افعال الحواس قلبنا بقى على الصفة والحال خلي بالك من الكم 7-8 جمال اللي جايين القاعدة كانت بتقول ايه اه افعال الحواس sense verbs يا جماعة بيجي بعدها صفة لكن احيانا يحدث خبس من وضع السؤال مش انا اللي خبيث لا يعني دي جملة كانت في احد الكتب when you have a cold لما بيكون عندك نزلة برديل بيحصل يا جماعة بتلاقي من اخيرك معلش يعني انفك حصل فيه انسدات كده ورشح وحاجة مرار يعني مش بتشم كويس انا بتكلم هنا على حدث ما بقولش ان شيء بيدي رائحة معينة لكن لما اقول الاكل ريحته حلوة لا خلاص smell بعدها صفة طب لما اقول ان انت مش عارف تشم كويس او بتشم وحش لا يبقى انا هنا بتكلم على حال يبقى smell really badly يا جماعة انا انا هعجباني الجملة دي بصراحة ليه اقولك ليه لان اللي مش هيقرى الجملة ويفهم معناها هيقولك smell خلاص taste good smell good smell bad taste bad لا يا جماعة انا لما اقول ان الشيء ليه مزاق كويس او وحش لما اقول الحاجة بتدي رائحة حلوة او كويس انا بتكلم على الشيء اللي بتنبعث منه هذا الرائحة او بيكون ليه هذا المزاق او في الملمس بتكلم على ملمس معين لكن هنا انا بتكلم على حاجة يبقى انت ريحتك بتبقى وحشة ادي معناها لأ الوحب بيبقى عنده برد ريحتك مش هتبقى وحش على حاجة هو مش عارف جم كويس تمام يبقى انا كده استخدمت الحال فروح مقارن بينها وبين الجملة 15 oh my god this food smells bad I can't eat it وعشان اميز لانهو بيديني ساعات الصفة وعكسها زي ما انت شايف يبقى انا هنا اسم البدل يبقى الطعام له رائحة فلما اقول ان الحاجة لها رائحة معينة بستخدم الصفة يبقى انا كده فهمت الفرق بين الجملة 14 والجملة 15 جميلة ايه جماعة في افكار جميلة جدا طعب your plan sounds aah amazingly terribly good well amazingly terribly well دول adverb يا جماعة لكن sound من ضمن الافعال اللي بيجي بعدها adjective اه دي سهل ما فهش حاجة ولا فكرة ولا نيلا the new novel by jk rowling jk rowling بتاعت harry potter يا جماعة is written is written ايه بقى مكتوبة بطريقة معينة انا بتكلم عالطريقة اللي اتكتبت بيها aah يعني انت بس دي جملة مبنية للمجهول اه ايه المشكلة طب انا فهم انك انت عايز تقول ان دي adverb حال مكتوب بطريقة فيها زكاة وفيها رائعة يعني brilliant هو ممكن التصريف التالت يجي قبليه حال اه في المبنى للمجهول ممكن تلاقي الحال قبل التصريف التالت او بعده is written brilliantly ممكن او brilliantly written لاتنين صح طيب هم بديش لاتنين صح في المنتحان don't climb to اه انت هتتسلق you got full ممكن تقع وتعور نفسك يخرب بيدك عالي كده اه انا بتكلم على كلمة high يا جماعة كلمة high احيانا تبقى adjective واحيانا تبقى adverb احنا بتكلم على افكار مختلفة فالأجكتب والأدفر طيب واحد يقولي طب ليه مش highly لا highly ده adverb ملهوش غير معنى واحد اسمه very highly very highly clever highly smart تمام تمام يبقى انا هنا don't climb too high and get high adverb طب ما اللي يعني دلوقتي اه تعال اشوف الجملة اللي بعد اهو المقرنة دي جميلة she had a successful career مهنة ناجحة ك صحفية اهو يبقى انا عايز هنا حاجة بمعنى very لان جايب عاديها adjective highly successful طيب برضو انا عشان برضو الحاجات يا جماعة اللي بنقابلها في الكتب اما مفهاش مشكلة عندنا we are meeting at one thirty هنتقابل الساعة واحدة ونص بالزبط اه بالزبط هنا دي sharp بس sharp برضو هنا حال هنا في الجملة دي حال لكن ممكن تيجي صفة بمعنى حاد اقول sharp knife سكينه حاد اللي استخدمته 6 دي قتلت دي جزء طيب prices have risen ارتفعت الاسعار ملاحظين طبعا الاسعار يا رب رب تهدى الاسعار have risen ده ادفر بعادي بقى بحدة بمعنى بحدة لما تيجي حال من غير ال-Y يبقى دي معناها exactly او exactly زي ما قال what زمان ما شاء الله انجليز تبهدل في مصر there has been a rise اه هنا بقى sharp جات صفة يبقى ممكن sharp تيجي صفة قبل نوان زي rise ارتفاع اهو وممكن تيجي حال بمعنى بالضبط نفس الكلمة من غير حاجة او sharp بحدة تمام يبقى انا كده عرفت التلاتة اخ 24 20 those men فوت فوت يحارب يا جماعة against injustice الظلم تب فايت ايه فايت bravely يبقى ده هنا ادفرب عادي ما فيهوش اي مشكلة نيجي بقى الحاجة اسمها sentence ادفرب ايه sentence ادفرب هو عبارة عن حال تبدأ به الجملة وبعد كما وبعد جملة كاملة سلفني الفلوس اللي عايزها طب يبقى ده حاجة الحصن الحظ ولا سوق الحظ اكيد الحصن الحظ طبعا يبقى فوتشنت لانه مديني الكلمة وعكسها وطبعا lucky ده ما تنفعش ابدأ بقى لانه ده adjective unlucky وunfortunately ده العكس في المعنى يبقى ما ينفعش طب the knife had pierced his heart ايه ده ينهى ربيض اخترق السكين وقلبه but he was still alive لا كان عايش ازاي ده افهمه بقى مناش دعو he was still alive يبقى انا بتكلم على حاجة مش متسدع but incredibly he was still alive تمام السبب الحال يا جماعة فوتبول ندخل بقى في الفاسف يا جماعة هو ايه المبنى المجهول يا جماعة بجيب verb to be اصرفه في نفس زمن الجملة وتصيف تالي في حد ماعرفش تكوين المبنى المجهول او سهل جدا طبعا في كلام كتير في المبنى المجهول هتلاقيه مكتوب متلخص في نهاية الملف ده طيب يبقى اهم حاجة اخلي بالي من زمن الجملة احيانا بيدينا اربع اختيارات هو مافيش غير واحد فيهم مبنى المجهول فابقى فاهم هو ده لان الجملة مبنى المجهول او بيدينا الاربع مبنى المجهول في الحالة دي بقى بيوريني حاجة في الجملة فيها ما يدل على هذا الزمن اللي انا هاختاره طيب هنا بيقوللي فوتبول ماتشز باي مليون خلي بالي هو بيتكلم بصفة عامة انا يبقى لما بتكلم بصفة عامة بوصف شيء او بتكلم عن حقيقة او بتكلم على الحدث بيتكرر عادي فبستخدم البرزن سيمبل يا جماعة او مباريات كرة القدم يشاهدها ملايين الناس في كل انحاء العالم حقيقة يبقى مبني للمجهول طيب this area by the police هنا بقى انا معارفش بقى الاريا دي البوليس فتشها امتى وعمل بحث اه رح حاطت اللي بقى ايه at the moment at the moment بس خلاص انا عرفت ان ده مدارع مستمر بس الاريا مش هتفتش نفسها يبقى مبني للمجهول يبقى is being searched طيب 29 while my car والجملة التانية فيها past simple وانا حافظ قاعدة while من unit one unit one انا بقول ليه عشان لو عندك مشكلة في while ارجع لunit one بص فيها مثلا اه يبقى while حدث مستمر وقطعه الكلام اللي احنا عافظينه ده بقى وقطعه حدث ناني بس الكور بقى مش هتصلح نفسها يبقى ده مبني للمجهول يبقى انا عايز موضي مستمر مبني للمجهول بيتكون من ايه من was aware being و pass participle يبقى while my car was being repaired الجملة 30 i remember good advice by my late grand father هي الجملة دي لو حبينا نرجحها لأصلها يا جماعة هتبقى كده معلش انا ممكن عشان برضو اللي بقى فاهمين ايه اللي بيحصل i كان اصلها كده يا حبيبي قعد ساكت بقى i remember وانا بتكلم على افعال معينة يا جماعة بتكلم على remember like love hate بتكلم على الاربعة دول لما يجي بعدهم ساموان و ing يقولك i remember remember مين هنا my late grand father giving me good advice انا بكتبلك ليه الجملة بقى عشان تبقى فاهم ايه اللي حصل طيب يبقى لما يديني remember بعدها ساموان او my late ويدا جد المتأخر late grand father او جد الراحل اللي توفع يعني giving giving ing remember ساموان ing like ساموان ing hate ساموان ing ايه تاني انا مش فاكر اللي قلته تمام طيب وبعدين وجع منهم مدن المجهول بستخدم بينج وتصفيف تالت طيب المرحوظة دي انت كاتبها يعني ورا في الملاحظات وكده اه مكتوبة عمال لك انا تنخيص لكل الحاجات طيب يبقى remember hate like love لما بيجي بعدهم ساموان وانج وعملهم مبنى المجهول استخدم being ويبقى remember being نرجع تاني عشان نعمل الهايلايتي being giving good advice i hate being given orders i like being told stories i hate being told lies وهكذا عندك الامثلة دي موجودة وهتلاقي هزا television by john bird لا استنى طب ما ما فيش اي حاجة هنا تدل على الزمن انا عند الverb invent يخترع اه ما هبص الاختراعات والاكتشافات تمت وانتهت في وقت معين في الماضي بدون ما يذكر الاخ جون بيرد اخترع التلفزيون امتى انا مش محتاج اعرف امتى اذا لما استخدم الverb invent وdiscover يا جماعة في passive او active هو بيبقى past simple هنا مبنى للمجهول فيبقى was invented كعمل سهل بنسلين البنسلين ايوة اكتشفوا باي اكسيدنت ايه ده الاكسيدنت هو اللي اكتشف البنسلين باي اكسيدنت يعني بالصدفة اذا مش كل باي يا جماعة هي بتاعة مبنى المجهول لكن مازال برضو جملة مبنى المجهول وبردو اكتشاف حصل في وقت معين من مية وانا مية وخمسين سنة was discovered او بوي يا بوي my favorite cup الكوب المفضل بتاع المجهول اللي انا بحبه good broken ولا was broken الاتنين صح لا ليه اقولك انا في افعال معينة او يعني مش كله اما اقولك افعال معينة زي break زي elect ينتخب مري يتزوج divorce يطلق heart يؤذي beat يهزم الى اخره انا مش حافظهم بس لما بشوفهم في جملة بافتكرهم وانا عايزك تبقى كده برضو انت هتقول لحد خد سماعلي الافعال اللي ممكن استخدمها في المبني المجهول مع get لا انت هلما بشوفه الجملة او هنا جتي ينفع لا هنا جتي مينفع شي يبقى يبقى my favorite cup got broken صح was broken صح يبقى انت كتبنا الافعال دي مكتوبين في ملاحظة وراء متقلقش جاليفر سترافل ستراحلات جاليفر كانت مقررة الرواية دي وغيروها تعريبا كتف تانية سنوي ونحن درسناها زمن المهم شكلها جامع لكن ده اسم كتاب يا جماعة يبقى انا بتكلم على اسماء كتب اسماء مسرحيات اسماء روايات اسماء الى اخره بتعامل معاملة المفرد لما جا استخدم معها فعل وبالتالي اقول was written طيب جملة 35 قربنا هو اللي تلاقيني ورتها بسرعة ارجع اسماء تانية فيش مشكلة ارجع بص في الملاحظات ارجع للمذكرة اللي فيها الشرح بالتفصيل the police man followed the suspect اه مشي الرجل الشرطة بقى ومشي ورا المشتبه فيه without letting himself letting ايه himself اه يعني جايب بعد لت بعد لت بعد لت حاجة اسمها ضمير منعكس ولما ييجي بعد لت ضمير منعكس هعايز اقول بدون ما يرى من المشتبه به يعني يعني المشتبه مش وحب ابنين المجهول استخدم به وتصف ثالث وده letting himself be seen بس احنا اخدنا منحوظة زمان مع المستر ان لت اصلا ما ينفعش في المبنى المجهول طبعا انا بقول امتى ينفع لما جيب بعدي ضمير منعكس زي himself فينفع مبنى المجهول واجيب بعدي بيه ومسي لكن لو لت اي لت هم يوز مي كمبيوتر انا سمحت له يستخدم الكمبيوتر بتاعي لان الكمبيوتر بتاعه عطلان لا لت في الحالة دي لما عمل مبنى المجهول استبدله بقلاو مكتوب الملحوظة دي الجملة 36 the burglar got in burglar يا جماعة لص ولا سيم اللصوص اللي بيسرق البيوت لصوص المساكن got in دخل 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 البيت بس got in هنا من غير مفعول بكوز ده دور لان الباب ايه ده حد سابه مفتوح هو ما سابش نفسه اوه حد سابه مفتوح مبنى المجهول طب انا بتكلم هنا في الماضي يبقى المدارع ده ما ينفعش المستقبل ده ما ينفعش دي مش مبنى المجهول اصلا يبقى بالتالي had been left ماضي تم مبنى المجهول اما ليه open دي لا open هنا adjective صفة مفتوحا اوه طب وليه مضي تم اوه عشان حدث اولاني الباب تسبب في الاول والحرام يدخل بعدين 37 the prisoner is thought by climbing over the fence بص الزمن مهم جدا يا جماعة a few days ago طب ماذا يخبرك ذلك ايه الجملة اصلا ماضي طيب معلش اجماعة انا هقف دقيقة في الجملة دي عشان تبقى فاهمة لاني بتحصل فيها مشاكل وكانت شبه جملة كان فيه اكتر من جملة مبنى المجهول كما يعلم الزملاء اللي بيتابعوني طبعا في امتحان 23 وربما نفس الراجل يعمل الامتحان فمعجب جدا بالمبنى المجهول ما اعرفش اللي هي يعني طيب هو بيقولي the prisoner is thought is thought دي كان اصلها think بس كان فيه فاعل في الاول طيب يعني يعني اه نقول مثلا police تنفع police او the police يا جماعة please think that the انا نفس حد يكمل كده وانت بنكتب يقولك اه انا عارب بقى جملة please think that the prisoner escaped by climbing خلاص انا مش مضطر اكتب الباقي صح لان الباقي زي ما هو climbing the fence a few days ago صح ادي الجملة اصلها طيب احنا بنتكلم يا جماعة على تحويل الافعال اللي بتستخدم في الغير مباشر يعني 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 بيبقى عندي شبه جملتين بلاش كده الافعال زي think believe understand know يعرف expect claim يزعم وقال يزعم مكتوبين ما لهم دول لما اجي احول الجمل اللي فيها الافعال دي لمبنى المجهول بحولها باكتب من طريقة الطريقة الاولى ان انا ابدأ ب it طب بدأت ب it وعند think ده مضارع يبقى قولت ايه اقول it is thought طب ويهي تاني بس زي ما هو يعني بس اقول it is thought it is believed it is known it is expected it is understood it is claimed وذاته اللي بعدها زي ما هو ما فيوش تغير عشان كده انا ما حطتش جملة زي دي لا فيه جمل ورا موجودة في الملاحظات وشرح لك طريقة حل الجمل زي كده بالتفصيل طيب برضو انت لسه ما قلتش عملنا ايه يعني طيب جينا بقى في الجملة دي انا عايز اعملها مبنى المجهول وابدأ بالفاعل فين الفاعل اهو ده الفاعل لا استنى عشان تبقى شكلها حال ادي الفاعل اهو اللي هو ايه the prisoner هبدأ به الايه الجملة فقول the prisoner تم برضو think مضارع يبقى the prisoner is thought لغاية دلوقتي انت ما جبتش حاجة من عندك بعد كده شوف بقى زمن الفاعل اللي عندي هنا هو ده الفاعل الاساسي بقى الفاعل هنا اه escape ماضي واللي ده اللي على انه ماضي لانه هنا مش باين في الجملة اللي مدهاني وجود كلمة ago صح فلما يكون عند ماضي زي كده اقول اذا prisoner thought واستخدم to have وتصف ثالث ومن هنا كانت to have escaped هي الاختيار الصح وده شبه الجملة اللي كانت في امتحان 23 بس طبعا انجلة برضو انجلة طيب اه تاني اه تاني يا جماعة انا بس هي الناس بتقعد تشكلك الفيديو طويل الفيديو طويل ما انت بتروح ساعات حصص بتقعد بالساعة وبالاتنين وبتضيع نص ساعة رايح ونص ساعة جاي وربما ساعة رايح وساعة جاي ونص يوم راح وترجع تعبان بتنام فلما الفيديو يعني زيت شوية بقى تخرب الدنيا طيب اصل الجملة يا جماعة بوليس think that the prisoner escaped بدأت بالفاعل اللي هو the prisoner وخليت think مبني للمجهول فقول the prisoner is thought بعدين ابص في الفعل الاساسي اللي في الجملة لقيته ماضي استخدم تهاب وتصيف ثالث بس ماضي ماضي او ماضي تام او مضارع تام لقيته ماضي او ماضي تام او مضارع تام استخدم تهاب وتصيف ثالث فعشان كده to have escaped هي الاجابة الوحيدة اللي صح طب معلش بقى نشوف جملة تاني ايو اوضحهم كده معلش لازم نطول في الجزء ده بالذات يا جماعة لانا بيعمل مشكلة للطلب كتير هي said when the accident happened لما الحدث حصلت لما الحدث حصلت كان هو بيعمل هي كان سيئ اوه يبا انت هنا بتتكلم على حدث قطع اخر كان سيئ لما الحدث حصلت اوه كان مفروض نضيف لها مثلا هنا اوه يمكن دي انا عدت مني اقول to fast كان سيئ بالسرعة شديدة دي المفروض تبقى هنا قبل تمام يا جماعة تمام طيب انا عشان كده بقول لك تعمل ايه بقى في الامتحاد رجع جملة اصلاح بقى انا مرصاص كده في ظهر الورقة او او اذا كان مسموح بالكتابة واكتب كده كده دي كان اصلاح ماضي مستمر وماضي بسيط حدث قطع اخر مع وين شبه ويل يعني هي ووز دراي فين تو فاست وين دي اكسيدنط هابند يبقى دا كان اصل الجملة طيب مش بس كده دا كان في حاجة في الاول زي مثلا يقول لك بيبول ساي اهو عشان نشوف حكاية دا جزاي بيبول ساي يبقى ساي دا كان مضارع والدليل على كده اهو يقول لك هبدأ بقى هبدأ بيه هبدأ بيه الفاعل بتاع الجملة الاصلية يبقى هي ويساي مضارع يبقى is said وشوف زمن الفاعل الاصلي في الجملة اللي هو مين اللي هو بوس درايفين طيب ووس درايفين دا زمن وإيه باست كنتينيوز في الباست كنتينيوز أستخدم مش توهف وتصيف ثالث بقى لا توهف بين وان جي وهي ليها منطق برضو ما انت عندك ووس دا يعتبر مش ووس دا ما دا من فربي بيه خلاص حط قبل يتو يبقى توهف بين ودرايفين يفضل الزمن هي يبقى توهف بين درايفين يبقى لما يكون الزمن بتاع الفعل الأصلي مدى مستمر بس تخدم توهف بين والان جي طب كان مدارع مستمر يبقى توبي والان جي مكتوبين معلش أنا وقفت في دول أجماعة عشان بيعملوا مشكلة بجد طيب هي كده في التمثيل هي اتو سوبر ستار متوقع ان هي هاتبقى ما هي اتو يا جماعة لما ترجع الجملة يعني 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 انها هي ويل بي ستار في المستقبل ان شاء الله ولما يكون عندي زمن الفعل الأصلي مستقبل زي كده استخدمت المصدر يبقى هي اتو بي ستار مش تهبين ولا هفين جبين تمام يبقى تبي ايه الجملة اللي كانت لا مش هي هي الجملة اللي كانت في المتحان دي 42 طيب بيوضح يا جماعة عشان اعرف ايه اصل الجملة يعني الجملة دي كان اصلها ايه مثلا ايه ثنك هي از ستدي ايه ان هز روم ات دي مومنت ايه ده ات مومنت مدرع مستمر طيب ليه يبقى عنده مدرع مستمر هي اصلها اي ثنك بدأت به اللي هو الفاعل بتاع الجملة الاساسية يبقى هي از ثوت جاي من ثنك طب وهنا كان مدرع مستمر استخدم to be وال ing استخدم to be وال ing يبقى هي الثوت to be studying يبقى لو مضي مستمر هيبقى تهف بين و ing لو مدرع مستمر يبقى to be و ing طب لو ماضي بسيط او ماضي تام او مدرع تام تهف وتصيف ثالت مدرع او مستقبل to the infinitive تعال نشوف 41 وبعدها جملة اللي جات في الامتحاد electrical fault هي fault اللي وحدها عشان نترجم برده جماعة ده عيبا نعمل عساب كل حاجة fault معناها عيب قصور اي حاجة لكن هنا معناها عطل electrical fault عطل كهربائي يعتقد ان هو كان السببب في انقطاع التيار last night لا بيطعهم من غير عطل ولا حاجة بينهم لله last night last night دي يبقى معناها ان كوز الفعل الاساسي كان ماضي بسيط عشان last night يبقى استخدم تهاب وتصيف ثالث كده بدأت الدنيا تتضح طب لو حلت بقى جملة الامتحان يبقى انت فهمت كل اللي قلناها your car was thought to with a fortune انا الناس اللي امتبعاني من الاخوة الزملاء طبعا هي ما كانتش وز في الامتحان كانت buy وباي خطأ مفيش حاجة اسمها buy buy اشتري buy a fortune هي وز وارجع للقوام ما علينا your car was thought to يبقى العربية يعتقد انها تم شراء ها يعني الفعل buy كمان مبني للمجهول to ايه to have been bought تعال شوف بقى الاختيارات to buy لا العربية مش هتشتري to bought تبت ازاي to have bought ايوه مش انت قيلتن لنا to have وتصيف ثالث اه بس دي هنا العربية هي اللي بتشتري مش هو اللي بيشتري طب يعني كانت الجملة كانت الجملة ايه مثلا اقول لك كانت الجملة ايه بيبول بيبول معلش thought that he مش هي بقى that that you bought your car with a fortune ده كان اصل الجملة يا جماعة people thought that you bought اه هنا ما بدأتش تعال نعمل highlight بس عشان نوضح ما بدأتش بالفاعل بتاع الجملة الاساسية لا بدأت بال مفعول بتاع الجملة انا لو كنت بدأ ب you يبقى you where thought to have bought كانت تبقى كده طب بدأت بمفعول الجملة الاساسية يبقى your car بنيت الجملة للمجهول التانية يبقى your car was thought to have been زودت been يا جماعة هيا هيا اللي قلناها قبل كده تهب وتصفيف تالت لما يكون ماضي ومزود been لو انا بدأ بمفعول الجملة التانية اه تاني كده اه لما بيكون عندي زمن ماضي او ماضي تام او مضارع تام باستخدم تهب وتصفيف تالت طب بدأت بالمفعول بتاع الجملة التانية الاساسية يبقى بزود been يبقى تهب been والpass part تصبر طبعا الجملة غلط فيها ناس كتير مش مشكلة لكن الكلام مشروح بالتفصيل بص في الملاحظات الموجودة وراء after احمد has filled in وده الجملة التانية في الامتحان لكن هذه جملة عبيطة في المبنى المجهول برضو filled in the application الاستمار بتاعت التقدم للوظيفة he will ملا انت بتملس ملا بعد كده بتعملك interview he will be interviewed مش هو اللي هيعمل مقابلة للصاحب الشغل طبعا فدي جملة عادية مبنى المجهول مع الافعال النقص باستخدم بي وتصف ثالث 44 you will find that you need on the top shelf وانت ليه ذات عملها بلون مختلف اقول لك انا لانها مرتبطة بحاجة بذول هو يا جماعة ذات مرتبطة بأول هو فيش حاجة اسمها either that you need ولا hold that you need ولا neither that you need all مرتبطة بذات ايه ده مش احنا في العربي لما اقول كل ما احتاج واقول all what اه خلي بالك دي كمان في تشوز لا يا جماعة فيش حاجة اسمها all what اسمها all that تمام 45 نيجي بقى احنا دلوقتي بالمحددات بالكلمات الدل على العدد والكمية يا جماعة زي مين زي لتل وقالتل فيو وقف يو افري ولا ايت ايذر ولا نيذر اول ولا نان ولا نو دولة يا جماعة بحتاج ان انا افكر في ثلاث حاجات الكلبة دي بتشير لكام كام عدد اتنين تلاتة طب الفعل معها مفرد ولا جامع طب جاية فين في الجملة عشان فيه كلمات منهم بس ما ينفعش تجي في اخر الجملة وفيه حاجات تنفع فمحتاج افكر في الحاجات دي وانا كاتب لك بهم باختصار ملاحظاتهم في الاخر بيقول لي 5 يا لهو 5 rooms here المكان ده فيه 5 قوة فندق ولا اي حاجة ولا بيت and has اروح بصص في الفعل يبقى انا شفت الفعل مفرد وشفت العدد 5 افري ما ينفعش يجي بعدها فعل يعني لا تستخدم كضمير فعل وبعده فعل ما ينفعش طب اول 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 من 3 فا اقصر يعني كانت تنفع مع 5 بس اول عايز فعل جمع لانا بتشير اسم جمع طب بوث بوث يعني اتنين يعني عايز فعل جمع اه بس خلاص ما ما فضلش غير دي لا انا ما بقاش كده بحل بالطريقة اصلا ما فضلش غير دي ايتش يا جماعة ايتش 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 تنفع استخدمها كفاعل جملة ويأتي بعدها الفعل مفرد ايتش هاز طب يعني ايتش روم هاز طب ما ينفعش اقول ايفري لا كدت بقى ايفري روم في اللي موجودين المهم اللي تنفع استخدمها من غير ما يجي بعدها اس هي ايتش الله حلو قوي دي طب لا والباين حلوين واحلة من كده خلي بالك تن تن بوكس كوست تقل تامانهم كام كام دول يا عم الكتاب من دول بكام انا عايز اقول كل كتاب من دول بخمسة وسبعين جنيه اه يعني كل واحد منهم خمسة وسبعين طب ايفري لا ايفري ما تنفعش تيجي في نهاية الجملة نان انا مش بنفي بوث بوث لتنين دول عشرة ايتش اللي تنفع تيجي في نهاية جملة بمعنى لكل واحد منهم حلوة الجمل دي يا جماعة ارجوكم ارجوكم يبقى فيه تفاعل مع الفيديو يعني عشان بس راح بحصلوش احباط انا هو كل 3-4 ايام بعمل لك فيديو وبياخد مني مجهود وبعد اجهز المثيل اللي انا بعملها وبختار الجمل معينة ولخص لك ملاحظات على القاعد بتاعة الوحدات فعلى اقل اعمل شير مثلا على صفحتك على جروب انت فيها خلي بالك الفاعل هنا الفاعل ده ماله اخر واس يعني جمع مهمة عشان اللي هقوله هاف اموبايل هو عايز يقول ايه يعني كل واحد من يعني الاثنين بابا وماما وكل واحد مع موبايل طيب ماي بيرانس دول اتنين اتفقنا ان دول اتنين اهو بانفكر في العدد يبقى اول ما تنفعش لان اول ثلاثة فا اكثر طب افري افري ما تنفعش لك اكتر من سبب اولا افري ثلاثة فا اكتر طول نن نن ثلاثة فا اكتر البرانس اتنين ايه ما لسه انا اقايل ايتش ينفع ييجي قبل فعل طب استنى طب ما الفعل هنا جمع ليه هاف مش ايتش ايتش متى ييجي معها الفعل مفرد يا جماعة لما هي تبدأ الجملة اهو نرجع تاني اهو ايتش هاز بدأت بها الجملة اللي بعد ان طب هنا لا الجملة هنا بدأ ب my parents عشان كده الفعل تبع my parents ونجي ممكن نعملها اه نعملها ازاي نعملها كده مثلا هاف كده حلوة ايوة وراح اعمل ها كده الله اهو اعرف ارسم ضيع انت وقت الفيديو بقى ماشي فضيل لك احنا my parents have بس خلاص يبقى هما الاثنين معاهم لكل واحد منهم معا موبايل يبقى ايتش هنا مأثرتش على الفعل يا جماعة لان الجملة اصلا بدأ فاعل جمع يا جماعة الجملة دي عملت اكتر من مشكلة امتحان قبل كده خلي بالك طيب هذه براشيم براشيم اسمها براشيم برضو اسمها اقراس اسمها حبوب شود بي تيكن كل تمن ساعات طب ماقول يعني كل وإيتش يعني كل وإفري يعني كل لا انا بقول كل تمن ساعات يعني بتكلم على حاجة بتتكرر حدث متكرر عدد متكرر يبقى مين لا خلاص دي مش عايزينها يبقى افري ايت اورز افري او افري ثري او او يعني من اتنين فقط ترى اقول افري طب لو او 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 يلا ايم طيب تسعة واربعين اي تيك الشاور انا باخد الشاور اذر دي ايه اذر دي يا ترى ايذر اذر دي ايه بوذر دي هذه الكلمة دي غلط اساسا دي نيذر المفروض معلش انا كنت نمت ساعتها ايفري اذر دي ايذر اذر دي ايتش اذر دي هي اسمها ايفري اذر دي ايفري اذر وغير في دي يا جماعة يعني دي ده ممكن يبقى ويك ير منث اور يعني ايفري اذر دي يعني يوم بعد يوم يعني يوم وكسر يوم يعني يوم او يوم لا ياخي انت حطت خمسين وما جابش دي بقى ولا ويك ولا منث لا دا تعبير تاني بقى دي تركيبة تاني بتاعة يعني نساعد بعضنا البعض دي مالهاش علاقة بأيفري دي مع ايتش ايف طيب اي هاب ثري براثرز عندو كم اخ تلاتة كان سويم طب عندو تلاتة يبقى ايذر ونيذر ما ينفعوش لان ايذر ونيذر بتشيل اتنين طب نان تلاتة هاف ايو سمع سوريا يا جماعة اي هاف اي هاف ثري براثرز العدد تلاتة يا جماعة دي اتنين دي اتنين نان اه تلاتة اكثر يبقى نان او ذم كان سويم طب ينفع اقول هاف ازاي تلاتة اقول نصهم يعني واحد ونص مش كيف دا اي هاف كم دي تو براثرز طب اقول اقول تلاتة موست او ذم موست دا يبقى اكثر من تلاتة دا افري اوف مش حاسمة افري اوف في حاسمة افري وان اوف ومن فحش افري وان اوف مع اتنين يعني طيب يبقى عندي بوث اوف ذم بتكلم على اتنين تلاتة وخمسين ستودنس ويل ريسييف خلي بالك من الكلب بقولك مفرد ولا جامع مزبط ولا من فيه جاية فين في الجملة ايه انا بتكلم على جامع لان انا فيش حاجة اسمها none students اقول none of the students افري يجي بعدها مفرد ايتش بعدها مفرد اربعة وخمسين انا عندي كام اتنين فهنا بيقول اما الاتنين اطول من اللازم يعني ما ينفعوش ايه ايه ينفعوش نايدر وفلسطاب طبعا ولا واحد منهم ادي معناها لا ده ولا ده انا بتكلم على اتنين طيب which of these two shares do you like الهم الاتنين على مقاسي ايه ده طب بتحبي مين فيهم اي واحد هم الاتنين جايين على قدي اي بتشيل اتنين واسبات نايدر تشيل ثلاثة وتشوف ده ثلاثة تحبي مين فيهم قال الاتنين كبار هاوي ميجوش على مقاسي يبقى نان ليه نان عشان ثلاثة هي هاز اكت اون هاند ايه ده ده متعور عايز اقول لك متعور في ايدي الاتنين ايه ده بس هاند مفرد اه هي سيمز تهبن نفايد وضع انه كان في عركة من شوية كان بيتشاغر مع حد طب اقول ايتش هاند ولا ايذر هاند الاتنين صح اقدر اقول ايتش واقدر اقول ايذر لانهم الاتنين بيدل على اتنين طب واحد يقول لي طب ما كان نحط اه كان ممكن نحط لك بوث هنا وما تنفعش ما هو بوث للاتنين بس كانت تبقى بوث هاند كتب هالك انا الملحوظة دي خلي بالك تمانية وخمسين would you like coffee no thank you I don't want طب would you like some coffee and no thank you I don't want any ولا would you like any ولا would you like some I don't want none ايه هو ده ها نزيزة لا طبعا المفروض دي ليه باستخدم some في العرض في الوفر يا جماعة واستخدم any في النفي كم سهل جدا اهو تسعة وخمسين I think we still have time to study before the exam اعتقد مازال عندنا اه time كلمة لا تعد يا جماعة فهستخدم معاها يا اما little يا اما little لو little كتبقى little of a few للعدد طب المشكلة بقى هنا little ولا little little ولا little طيب little يا جماعة تفيد النفي little time يعني كده ما فيش وقت لكن ده بيقولك مازال مازال ايه مازال فيه وقت اللي تدي معنى فيه ويكفي هي a little طيب مفيش تعريبا ما يكفيش يبقى little من غير a والكلمتين اكتر من الكلمة حلوة دي ماشا there is sugar lift طيب I need go انا لازم اروح اجيب سكر لو لقيت aaa لازم اروح يبقى اللي موجود ده ما يكفيش يبقى little وكلمة لا تعد وتشل لنفي ايه ده راح اتفين الجمل دي نهار بيض لا هم ما فيش الجمل دول فعلا لجماعة دول هنشيل هم اساسا احنا كده تكلمنا على المحددات هنشيل 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 بعد بعد كده استخدامات الحال استخدامات الصفة وبقولك راجع الكلام بالتفصيل ده في شرح اول احد السبعة التمن التسعة وبعد كده المبني للمجهول اهم الملاحظات اللي فيه واكتر حاجات بالناس بتغلط فيها وبعد كده اخر حاجة هتلاقي المحددات دي والكلمات المستخدامة التعبير عن العدد والكمية معمولين باختصار وفيهم اهم الافكار اللي بتيجي في الامتحانات وهنا قلتلك اهو نفس الكلمتين بقولك بالنسبة الكلمات المحددة فكر العدد كام اتنين مثلا يبقى عندك ايضر وبوث وايش طب اكتر من اتنين يعني ثلاثة فاكتر يبقى فكر في افري وقول ونن طب الاسم المستخدم يعد ولا لا يعد طب شكل الفعل مفرد ولا جمع طب موقع الكلمة في الجملة فين وعملتلك جدول في الفرق بين افري وإيتش باختصار عشان ما تغلطش فيهم بالتوفيق يا جماعة وحب اعرف رأيكم في اللي احنا بنعمله يعني مش هاي في 3-4 تعليقات وده يثير الاحباط وبالتوفيق وكل سنة ومتطعي بي